في الأولمبياد عندنا طبعا بطولة مهمة جدا يعني عشاء الكرة بصرف النظر على الانتماءات والانحيازات لكن الحقيقة يمكن كتير من الناس بتشوف في بطولة اليورو بطولة مهمة جدا بطولة ممتعة من حيث حاجتين مهمين النقطة الأولى هي حجم النجوم المتواجدين على أرض الملعب يعني انت بتكلم على انه الغالبية العظمى من الفرق اللي بتشارك عندها كم كبير جدا من أهم الأسماء في عالم كرة القادر ومن ناحية تانية فكرة القدرة على المنافسة يعني احنا لما بنكلم مثلا على بطولة كوبا أمريكا بنقول انه دايما المنافسة بين الأرجنتين وبين البرازيل ممكن يطلع فريق زي تشيلي ممكن يطلع فريق زي كولومبيا لكن دايما المنافسة رايحة بين الفرق تلك برضو لكن في اليورو قصة مختلفة تماما اليورو كل شيء وارد كل شيء جايز كل المنتخبات حتى بما فيهم المنتخبات الضعيفة ممكن مرشحة وفيه أكتر من سابقة تقول إنه الإنجاز دا ممكن يتحقق لفريق بعيدة عن الترشيحات أو عن قراء الخبراء على كل أحوال فيه سجل طبعا لبطولة أمم أوروبا سجل دهبي يعني زي ما بيقولوا أكتر دولتين فازوا ببطولات كاس أوروبا هم ألمانيا وأسبانيا المنتخبين دول قدروا يحققوا البطولة دي تلت مرات تلت مرات قبل كده يمكن ألمانيا أتنين وسبعين تمانين وستة وتسعين أما فيما يتعلق بالمنتخب الأسباني فحق البطولة أربعة وستين ورجع مرة تانية طبعا جيل دهبي أنياستا المايسترو والفيلسوف زي ما بيسموه 2008 و2012 قدروا أن هم يجيبوا اللقب مرتين لأسبانيا عشان تحقق رصيد تلت بطولات أما فرنسا فحققت اللقب مرتين بس مرة سنة 84 ده جيل ميشيل بلاتيني ومرة سنة 2000 طبعا بقيادة زيدان وتاري هنريك لقب واحد بقى أحرزه اتحاد سوفيتي سنة 60 اتحاد سوفيتي لما كان قوة عظمة في كرة القدم إيطاليا حققت اللقب 68 تيكوزلوفاكيا قبل ما تنفصل 76 هولندا 88 جيل ماركو فان باستين ورود خوليت وفرانك ريكورد الجيل اللعب معنا في كاس العالم 90 لتعدلنا معاه طبعا بهدف جول جابت المجد عبدالغاني الشهير واليونان جاءت من حيث لا ندري ولا نحتسب كده منتخب كان غير مرشح على الإطلاق للتتويج لكن المنظومة الفريق الحالة قدروا يحققوا اللقب سنة 92 بورتغال 2004 و2016 الدنمرك في سنة من السنين فاكر كويس جدا كان منتخب لم يتأهل أساسا للمشاركة في بطولة اليوروب ومش متذكر اسم المنتخب اللي تم استبعاده نتيجة مشاكل أو يعني أمور سياسية فتم استدعاء منتخب الدنمرك وشارك منتخب الدنمرك وفاز بنسخة منتخب الدنمرك أعتقد 92 92 لو الزاكرة ما خانتنيش طبعا نتكلم على بطولة من ناحية الجواز المالية بطولة محترمة جدا يعني الفاز بلقب اليورو تقريبا بياخد حوالي مبلغ 10 مليون يورو الوصيف بياخد 7 مليون يورو نص النهائي الفرق اللي بتوصل لنص النهائي بتاخد 5 مليون يورو فيها على مستوى الجواز مسابقة تعتبر من المسابقات المحترمة نيجي نتكلم على المنتخبات المرشحة وزي ما قلتلكم في اليورو شوية ما بيقاش فيه منتخبات تقدر تقول بعينه ده مرشح أول أو مرشح تاني عندنا فرق ليها بيع طويل جدا في الكرة الأوروبية والعالمية يعني فرق خادت اليورو وفرق خادت كس العالم منهم مثلا فرنسا منهم ألمانيا منهم إيطاليا منهم أسبانيا دول دايما حتى ولو كانوا بيعانوا من مشكلات مش في أحسن حالتهم لكن بمجرد ما بتبتدي البطولة بتلاقي منتخب صاحب شخصية منتخب ليه فرص ومنات ترشية ما تقدرش تستبعد منتخبات يمكن تختلف مستوياتها على حسب الأجيال يعني بشوف مثلا الكرة في هولندا كرة محترمة جدا ومنتخبات هولندية كتير الحقيقة كانت منافس خوية على البطولة ودايما الكرة الهولندية بتقدم نجوم على أعلى مستوى يمكن على مستوى الأندية يمكن يكون عشرها آيكس آيندهوفن يعني مش حاضرين قوي في أوروبا بقوة لكن يظل الحقيقة أكتر الأندية اللي بتصدر مواهب للكرة الأوروبية والأندية الكبيرة في أوروبا على وجه التحديد فهولندا برضو لازم تكون حاضرة منتخب زي بلجيكا وأنا دايما بحترم تجربة بلجيكا وبشوف أنه جيل ده من أفضل اللاعبين الجنب في تاريخ بلجيكا وعندهم كتير من اللاعبة اللي متقلقة بشكل كبير جدا مع عنديتها في البطولات الأوروبية المختلفة أبرزهم طبعا دي براينال اللي يمكن أصيب في مباراة النهائي فرص أنه هو يلحق البطولة أو ما يلحقش دي طبعا تأثر على بلجيكا بشكل كبير عندنا وجود لعبين مهمين زي كريستان رونالدو زي ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي طبعا يمكن يعني صحيح ما حدش يختلف أنه مهاجم فز لكن حظوا بقى أنه جاي في بولندا يعني بولندا مش من الفرق المصنفة أو المرشحة بقوة لكن كده كل فترة كل زمن تلاقي يعني لعب فالتة جاي في منتخب مش قوي قوي يعني اتكرر ده مثلا مع إبراهاموفيتش مثلا مع السويد لعب يمكن سلطان المهاجمين زي ما بيسموه واحد من أهم المهاجمين في تاريخ كرة القدم مش في الجيل الحالي بس لعب يملك إمكانيات على أعلى مستوى مهاجم من طراز رفيع لكن السويد مش المنتخب اللي يحقق بطولة عالم أو يحقق بطولة يورو حصل مع مثلا لعب زي أندريتشفتشانكو مهاجم أوكرانيا لعب فز وحقق بطولات على مستوى الميلان هو لعب طبعا أهم محطة في حياته كلها كانت مع إيسي ميلان وكانت فترة زهبية للميلان حقق فيها بطولات كتيرة جدا على مستوى إيطاليا وأوروبا ولعب كمان لتشيلسي في نهاية مشواره لكن ما كانتش مرحلة نكحة أوي لكن يظل أندريتشفتشانكو واحد من أهم المهاجمين في تاريخ الميلان وواحد من أفضل المهاجمين إن ما كانش أفضلهم الحقيقة يعني ما بتهيليش أنه أوكرانيا صدرت لعب كتير قوي أو طلعت مواهب زي أندريتشفتشانكو حتى في أفريقيا عندنا مثلا لعب زي جوجوية كان برضو مع الميلان متعلق جدا لكن مع منتخب زي ليبيريا رغم أننا منسلهمش أنهما طلعونا مرة من تصفيات كاس العالم جون تحديدا جوجوية في عصام الحضري لكن يظل واحد من أفضل اللعبين وبالنسبة وهي خد أثناء وجوده في الميلان لقب أفضل لعب في أوروبا وده لقب صعب على اللعب أفريقي شوية إنه هو حققه لكنه حقق اللقب ده لكن برضو مع منتخب ضعيف زي ليبيريا ما تقدرش أنك أنت تتحقق حاجات كتيرة جدا عشان كده على مستوى زي ما قلت لكم المنافسة أعتقد أنها تكون بطولة قوية جدا على مستوى المواهب واللعبين الموجودين وأعتقد كمان أنه البطولة دي فرصة لمواهب كتيرة لأنه كتير من النجوم اللي موجودين في أوروبا النهاردة بيخلصوا أو في آخر مواسم لهم فأعتقدناها فرصة كمان لظهور يعني مواهب جديدة في الكرة الأوروبية وأخيرا كوبا أمريكا وإن كانت دي البطولة الوحيدة المهددة بالإلغاء بعد طبعا ما تم الإعلان عن سحب التنظيم من كولومبيا لأسباب طبعا أزمات سياسية موجودة في كولومبيا وأيضا البلد التالية اللي هتشارك فيه التنظيم الأرجنتين تم نقل البطولة للبرازيل لكن فيه اعتراضات من عدد كبير جدا من المنتخبات على المشاركة في البطولة وبالتالي تظل دي البطولة التالتة ولكنها ما زالت بين قصين مهددة بالإلغاء ترجمة نانسي قنقر